موسيقى استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار قهرى دولي السيدة ميتا فدرر يكسن رئيسة وزراء الدنمارك في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق لها عقب وصولها مطار قاهرة وذلك بحضور السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج رئيسة بعثة الشرف ومن المقارئة أن يعقد مدبولي وفيدرر يكسن جلسة مباحثات لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك نجحت مصر في إطلاق القمر الصناعي حورث اثنين من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين حاملا على متنه كاميرا عالية الجودة وقال الرئيس التنفيذي لوكرة الفضاء المصرية شريف صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر إن القمر حورث اثنين تم بنائه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين واضف صدقي أن القمر الجديد يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالإستشعار عن بعد والتي يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين لافتا إلى أن القمر يلبي كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 إلى جانب تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة يعقد اليوم مجلس نواب الشعب الجديد في تونس والمنبثق عن انتخابات السابع عشر من ديسمبر الماضي جلسته العامة الافتتاحية وكان الرئيس التونسي قيسي صعيد قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي القادم في مستوى تطلعات الشعب التونسي مشيرا إلى أن البرلمان لن يكون كما كان في السابق والتشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات كما حدث خلال العشرية السوداء والتي حكمها تنظيم حركة النهضة التابع لنظيم الإخوان الإرهابية أعلنت أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى في إقليم دونباز بأوكرانيا الذي يمثل محور تقدم قوات روسية صوب الأراضي الأوكرانية وقال الرئيس الأوكراني بلاد ميرزيلانيسكي أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك بينما قالت وزارة الدفاع الروسي أنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على مدى الساعات الأربع وعشرين الماضية وتتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا بمدينة بخمود التي تضمر معظمها جراء الهجمات والقصف المستمر منذ أكثر من عام قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك أنها استحوذت على بنك سيجنتشر بعد الإعلان عن إفلاس البنك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام ومن جانبها أكدت توزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفية وقالت ييلن أن الحكومة تعمل مع وكالة تأمين الوداء بإيجاد حل للبنك سيليكون فالي مستبعدة إنقاذ البنك عن طريق ضخ أموال عامة كما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008 حيث أنقذت الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة لا تقاضيها أن انهيارها سيشكل خطرا على نظام المصرفي بكامله ومن جانبه تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنكية سيليكون فالي وسيجنتشر أطلقت بيونجيانج صاروخي كروز من غواصة وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء منورات عسكرية مشتركة أمريكية كورية جنوبية وساعة نطاقة وأفادت وكاية الأنباء الكورية الشمالية بأن غواصة أطلقت الصاروخين من قبالة سواحل مدينة السامبو الواقعة شرق البلاد ومن جهته أفاد جيش كورية الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد قال غفر السواحل الإيطالي إنه جرى إنقاذ السبعة عشر مهاجرا بعد انقلاب قاربهم وسط البحر المتوسط وأوضح غفر السواحل أنه لا يزال ثلاثين أخرون في عدد المفقودين مشيرا لأن عمليات الإنقاذ مستمرة بدعم من سفن تجارية وبدعم جوي من المكالة الأوروبية لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي فرانتكس يأتي هذا الحادث في أعقاب غرق سفينة في فبراير الماضي قرب منطقة كالابوريا الجنوبية مما أصفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا ختام موجز التاسع فاصل وأنا أود لحظاتكم الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر